مرحباً أصدقائي اسمي درل ويلسن واليوم في هذا الفيديو سأريك كيف تنشئ موقع سيرة ذاتية رائع خطوة بخطوة موقع البورتفوليو يتيح لك عرض مشاريعك أو مهارتك وربما يكون عاملاً حاسماً في حصولك على الوظيفة أم لا لذلك يجب أن يكون لديك موقع سيرة ذاتية والآن ندرك أن من يشاهد هذا الفيديو قد لا يرغب في عرض صورته بحجم كبير في الموقع وبالتالي فنحن جاهزون لهذا الأمر في هذا الفيديو سأزودك بثلاثة قوالب مختلفة لتختار منها ما يناسبك في مجال عملك إذن دعنا نلقي نظرة جيد هذا هو موقع البورتفوليو الذي سننشئ في هذا الفيديو أيضاً ستحصل على كل هذه الصور التجريبية والصفحات التي سيتم إنشاؤها تلقائياً لمساعدتك على متابعة الدورة وللإشارة هذه الدورة مواجهة لأنواع مختلفة من الناس هذا القلب موجه أكثر لشركة الكبرى حيث لدينا هنا نبذة عن الشركة لكننا أنشأنا كذلك قالباً للفريلانسر إذا كنت فريلانسر فهذا القلب لك أيضاً أنشأنا قالباً ثالثاً للوكالات لنقل أن لديك وكالة وتريد إنشاء بورتفوليو لتقديم وكالتك بشكل لطيف إذن لقد أنشأنا تصاميم لكل الناس الذين يشاهدون هذا الويديو والآن دعنا نعين الموقع لأريك الصفحات المختلفة والأشياء الإبداعية التي أضفنا إلى هذا الموقع أول شيء أضفناه هنا هي هاته القائمة المنبثقة حيث يمكنك عرض أعمالك إضافة حساب الإنستغرام الأيقونات الاجتماعية الأبسيلز إلى آخره إذن لقد استخدمنا طريقة إبداعية في تصميم الموقع على أياً دعنا ننزل إلى الأسفل لنقوم بجولة في الموقع لدينا هنا بعض المعلومات العامة حول الموقع وتحتها المشاريع ما يميز موقع البورتفوليو هو أنك قادر على الإبداع في عملية التصميم إنه يتيح لك الخروج على التصميم المملة للمواقع التقليدية باختصار يجب أن يكون تصميم موقع البورتفوليو إبداعياً واحترافياً في نفس الوقت على أين لقد أضفنا الجوائز في هذا القسم ويمكننا التحدث عن إنجازاتك وإضافة الشهادات كذلك عموماً هذه الطريقة تعطي الموقع تصميماً إبداعياً بعدها لدينا هذا القسم حيث يمكنك أن تضيف صورة هكذا وأن تضع رابط لمشاريعك أو إضافة فيديو ليعرض في نافذة منبثقة مجدداً دعنا ننزل إلى الأسفل لدينا هذا القسم الذي يشرح للناس مشروعاً تجاري ما نركز عليه في عملنا وغيرها من الأشياء التي تدخل في خانة الأبسيلز وإذا نقرت على أي عنوان هنا سيظهر لك ما يحتوي عليه أيضاً لدينا هذه الـ Call to Actions إنها فقط مربعات تتحرك باستمرار وتعرض أسماء عملائك بشكل أنيق والآن انزل إلى الأسفل وكما ترى لدينا تدوينات التي يجب أن تقرأ في مدوانتنا وفي الأخير يوجد هذا الفوتر الذي يحتوي على Call to Action وكما ترى الصورة الموجودة في الـ Call to Action تعطي الفوتر مظهراً إبداعياً باختصار يعجبني هذا الموقع كثيراً وأعتقد أنه يعجبك أنت كذلك وكما أخبرتك لقد أنشأنا الكثير من الصفحات لنقول أنك تريد معاينة صفحة المصاري المهني هيا أنقر على Carrier وعموماً يمكنك معاينة الصفحة بنفسك ستجد رابط هذا الموقع التجريبي في صندوق الوصف لقد أنفقنا وقتاً طويلاً في تصميمه وأعتقد أنه سيعجبك كثيراً سنمر على عملية إنشاء موقع البورتفوليو خطوة بخطوة إلى أن يصبح هكذا والآن دعنا نتحدث عن صفحة البورتفوليو بالذات كما ترى لقد أنشأنا ثلاثة صاميمة مختلفة من أجلك وهذا لتكون قادراً على عرض أعمالك ومشاريعك بالشكل الذي تريد أولاً لدينا تصميم العام والمستقل إنه يحتوي على بعض الصور ويمكننا عرض مشاريعنا فيها وكما تلاحظ عندما ننزل إلى الأسفل تتغير طريقة عرض الصور مما يعطي تصميم نكة فريدة وفي الأسفل لدينا بعض المعلومات حول المشروع العنوان بعض المحتوى عنوان الشركة إلى آخره وعند النزول مجدداً نجد هذا التصميم الذي يشرح كيف نقوم بالأشياء ليبدو عملنا احترافياً بعدها لدينا المزيد من صور المشروع ثم الفوتر في الأسفل إذن هذا أحد القوالب المستخدمة لعرض المشروع فدعنا نصعد إلى الأعلى لمعاينة باقي القوالب لقد مررنا على البرتفوليو سينغل وسننتقل إلى البرتفوليو غالوري هذا القالب يتيح لك استخدام معرض الصور كما ترى لدينا هنا صورة كبيرة ويمكنك أن تعرض عدة صور مختلفة أيضاً لدينا تأثير الكينز بيرن الذي يقرب صور تدريجياً لإضافة لمسة جمالية على صور المشاريع بعدها انزل إلى الأسفل حيث لدينا المعلومات العامة وإذا نزلت مجدداً ستجد المزيد من المحتوى هنا يمكنك أن تعرض مشاريع أخرى وعندما تحوم فوق المشروع ستظهر بعض بياناته هكذا وعندما ينقرون على المشروع سينتقلون إلى أي مكان تريد أي أنك تستطيع ربط المشروع بأي مكان في الموقع إذن هذا هو تصميم الثاني للبرتفوليو والآن سننتقل إلى القالب الأخير هيا أنقر على بورتفوليو كرياتيف هذا تصميم يتيح لك عرض أنواع مختلفة من المشاريع بناء على الفئة لنقل أن لديك عدة فئات مختلفة يمكنك عرض كل الفئات هكذا وإذا نقروا على أحد هاته المشاريع سيجدون المزيد من المعلومات عنه كما ترى هنا أما إذا نزلوا إلى الأسفل فسيجدون كل المعلومات التي يحتاجون حول المشروع وعموماً التصميم يقدم المشاريع بشكل أنيق والآن دعنا ننزل إلى الأسفل وكما ترى لدينا مشاريع أخرى معروضة بشكل جميل كذلك وطبعاً يمكنك تصفح الموقع بنفسك ستجد رابطه في أسفل الفيديو كما أخبرتك سابقاً لأن لدينا الكثير من الصفحات لكنني لا أريد أن أطيل عليك لذلك يمكنك تصفح كل شيء بنفسك وستتأكد من أنه موقع بورتفوليو جميل جداً والآن قبل أن نبدأ في هذا الفيديو أريد أن أكون صريحاً معك هذه الأجزاء من التصميم تستخدم نسخة ألمنتور الاحترافية مثلاً هذه القائمة تم إنشاؤها باستخدام لثيم بلدر في الألمنتور إذن هناك أجزاء كثيرة تحتاج إلى النسخة الاحترافية لكن غالبية أجزاء الموقع تحتاج فقط إلى النسخة المجانية لتعديلها وعموماً يمكننا بناء الموقع كله باستخدام النسخة المجانية لكنني أردت فقط أن أخبرك بأنني صممت هذه الأجزاء باستعمال النسخة الاحترافية وإذا قررت ترقية نسختك لتتمكن من الوصول إلى كل أجزاء هذا القلب لدي رابط في صندوق الوصف لشراء نسخة الألمنتور الاحترافية لكن طبعاً يمكننا إنشاء جل الموقع باستخدام النسخة المجانية والآن أول ما سنفعله هو تصميم هذه الصفحة الرئيسية حيث سنضيف هذه الصورة، العنوان، وكل العناصر الموجودة هنا بعدها سنمر على باقي الموقع ثم سأريك النسخة الاحترافية وأعطيك فكرة عن عناصرها وفي الأخير سنصمم الهدر والفتر باستعمال النسخة الاحترافية عامةً أعتقد أنك ستحب هذا الموقع إنه مجاني بالكامل ولن يكليفك أي شيء إذن دعنا نبدأ في إنشاء موقع البورتفوليو باستخدام الورباس مجدداً هذا الموقع يبدو رائعاً لقد أنفقت أنا والمصمم الذي يعمل معي حوالي أسبوعين لتصميمه وأعتقد أنه سيواجبك كثيراً للإشارة سننشئ هذا الموقع باستعمال ثمة وإضافة مجانيتين بالنسبة إلى الإضافة فهي تدعى أليمنتور وتتوفر على نسخة احترافية أولاً سأريك كيف تنشئ الموقع باستخدام النسخة المجانية ثم سأريك بعض مزايا النسخة الاحترافية في حال قررت الترقية عموماً أعتقد أن الموقع يبدو رائعاً ولقد تم إنشاؤه لمستخدمي كلا النسختين المجانية والاحترافية سننشئ موقع البورتفوليو في خمس خطوات بسيطة وسنستعمل هذه اللائحة طيلة الفيديو لمساعدتك على متابعة الدورة في الخطوة الأولى سنحصل على النطاق والاستضافة والنطاق هو اسم موقعك ربما يكون اسمك الشخصي أو اسم الشريكة في الخطوة الثانية سنثبت ثيمة مجانية وبيج بيلدر مجاني ثم سنستورد قالباً مجانياً لنتمرن على التصميم في الخطوة الثالثة سنستورد قالباً الجهز وللإشارة هذا القالب صمم خصيصاً لهذه الدورة ولن تجده في أي مكان آخر وسأريك كيفية تصميمه وتعديله لتحصل على تصميم المناسب لموقعك في الخطوة الرابعة سننشئ البورتفوليوز هناك عدة طرق للقيام بهذه العملية يمكنك استعمال البيج بيلدر أو يمكن أن تكون مبدعاً وتصمم صفحة البورتفوليو بنفسك أما في الخطوة الخامسة فسنقدم نظرة عامة حول الموقع حيث سأريك أجزاء مختلفة في الموقع وسأتحدث عن نسخة أليمنتور الاحترافية في حال قرارة الترقية والآن هناك رابط في صندوق الوصف سيأخذك إلى صفحة لشراء الاستضافة والآن يوجد رابط في صندوق الوصف سيأخذك إلى موقع لشراء الاستضافة ومرحباً بك في موقع هوسينغر دوت كوم إنها واحدة من أقوى وأسرع شركة الاستضافة ولقد جربتها شخصياً عموماً عندما تصل إلى هنا ستلاحظ أنهم قد غيروا اللاندين بيج إنها تبدو مختلفة لا تقلق حيال الأمر فهم يغيرونها دائماً ويغيرون العرض والإعلانات أيضاً إذا أردت تغيير اللغة مثلاً إلى الإسبانية البرتغالية الفيتنامية التايلاندية أو الصينية أو أي لغة تريد على سبيل المثال بمجرد النقر على لغة معينة سيظهر المحتوى كله بلغتك لتسهل عليك قراءة كل العرض واللافتات في الموقع عموماً بعد الوصول إلى هنا توجه إلى هوسين وانقر على شيرد ويب هوسين وسبب اختياري لهوسينجر هو أنني أراقب الكثير من شركة الإصطدافة كهوسغيتور غرينجيكس هوسبابا إلى آخره وهذا الاختبار يكلفني الكثير من المال سنوياً ربما ما بين ثلاثة وخمسة ألاف دولار كل سنة كما ترى هنا أداء هوسينجر جيد للغاية حيث أن موقعي يحمل في أقل من ثانية مع هوسينجر كما ترى أستعمل موقع بينجدوم لمراقبة شركة الإصطدافة إذن هذه هي الشركة رقم واحد التي أوصي بها بالنسبة للإصطدافات المشاركة أو الشيرد هوسين طبعاً طالما لديك شركة إصطدافة مثالية فسيكون موقعك سريع للغاية حالياً أنت تدرك أنها شركة إصطدافة سريعة فدعنا نعين خيارات التسعير اللديهم إذن سأنقر على كارد الديل عموماً لدينا ثلاث خطط مختلفة السينجل، البريميوم والبيزنس شيرد على أين أنا أقوم بتجربة البريميوم شيرد هوسين لكنني أوصي بالبيزنس شيرد هوسين لأنك ستحصل على سرعة أكبر مع ذلك اختر الخطة المناسبة لميزانيتك شخصياً أوصي بالبريميوم شيرد على الأقل لأنها تمكنك من استضافة مئة موقع بدل استضافة موقع واحد فقط باختصار، الأفضل هنا هو البريميوم شيرد لكن إذا أردت موقعاً سريعاً جداً اختر البزنس شيرد هوسين وللإشارة لدي خصم سيوفر لك عشر بالمئة عند الدافع تذكر هذا الأمر عند شراء الاستضافة أيضاً ستحصل على الكثير من الإضافات الأخرى مثل ضمان استرجاع الأموال خلال ثلاثين يوماً وغيرها من الإضافات التي ستجدها هنا إذن بعدها سأنقر على سلكت جيد لدينا أربعة خيارات مختلفة 12 شهراً 24 شهراً 48 شهراً شخصياً أعتقد أنه يجب أن تختار سنة واحدة على الأقل ربما هذا واحد من أفضل الخيارات فسيمنحك وقتاً كافياً لتقرر ما إذا كانت الاستضافة تناسبك وتذكر أنك قادر على استرجاع أموالك خلال ثلاثين يوماً مع هوسينجر على أن دعنا ننزل إلى الأسفل حيث ستدخل بيانات حسابك كالإيميل وبعدها حدد طريقة الدافع البطاقة الاعتمانية بايبال والعمولات الرقمية كذلك هذا رائع لم أكن أعرف أنهم يقبلون العمولات الرقمية عموماً سأحدد البطاقة الاعتمانية ثم لننزل إلى الأسفل حيث لدينا رمز الكوبون وإذا أدخلت رمز دير العشر ونقرت هنا كما ترى ستوفر الكثير من المال ستنفق فقط 27 دولاراً ثلاثة سنة إنه سعر جيد بالنسبة إلى هوسينجر.com وبمجرد الوصول إلى هنا ستدخل الاسم وبيانات البطاقة الاعتمانية وسألتقيك في صفحة الموالية جيد بعد إتمام عملية الشراء ستنتقل إلى هذه الصفحة حيث يمكنك الوصول إلى بوابتك في أي وقت من خلال الدخول إلى هوسينجر إذن انقر على Start Now في البداية أريد الحصول على نطاق مجاني سأنقر على Select ثم سأضع اسم النطاق مثلاً ديرل ويلسون ويبسايت ثم سأحدد .com وأنقر على Search لأرى ما إذا كان هذا النطاق متاحاً نعم إنه متاح فدعنا ننقر على Continue والآن سأنقر على Select في خيار Build a New Website بعد هذا أنقر على Yes, I have Experience لأنني سأريك كيف تقوم بكل شيء طبعاً نحن نستعمل الوربريس الأكثر شعبية في بناء المواقع لذا أنقر على Select ثم قم بإنشاء حساب ووربريس وهذه هي المعلومات التي ستحتاج لتسجيل والدخول إلى واجهة إعدادات الوربريس وبمجرد الانتهاء أنقر على Continue عموماً إنهم يوفرون قوالب مجانية ويمكننا الوصول إليها لاحقاً في أي وقت في واجهة الإعدادات لذلك سننقر على Skip I don't need a template والآن هو بصدد تهيئة الإعدادات امنحه حوالي دقيقة لإتمام الأمر وسيكون موقعك جاهزاً حسناً لقد انتهى هوسينجر من إعداد موقعنا فدعنا ننقر على Finish Setup جيد امنحه بضعة دقائق ليقوم هوسينجر بإنشاء موقع الوربريس رائع سيطلبون منك بعض البيانات حول نطاقك أدخل هذه البيانات لأنها مطلوبة من قبل قواعد الأيكان لتتيح للناس معرفة من يملك هذا النطاق بعد هذا أدخل بيانات التواصل حيث يجب عليك إدخال البيانات التي تحدد هوية مالك النطاق طبعاً يمكنك إدخال عنوانك البريدي أو عنوان مشروعك التجاري لست ملزماً بوضع بياناتك الشخصية هنا إذا لم ترغب في الأمر مجدداً تستطيع وضع عنوان عملك لكنني سأضع عنواني في لاس فيغاس نيفادا لقد أدخلت المحافظة وبمجرد الانتهاء من ملء كل البيانات انقر على Finish Registration رائع حالياً موقعك موجود على الإنترنت مع ذلك لا نريد الذهاب لإعداد الوربس بعد بل نود إعداد الموقع أولاً دعنا ننقر على Manage Site وسأريك كيفية الدخول وبناء موقع الوربس جيد هذه هي واجهة إعدادات هوسينجر وإذا احتجت إلى آية مساعدة انقر على هذا الزر وستجد شخصاً يساعدك في حل المشاكل التي قد تواجهها في موقعك أيضاً تستطيع شراء المزيد من خطط الإصدافة والنطاقات كما يمكنك الاطلاع على الفواتير والآن توجد هنا بعض الأشياء التي يجب عليك تفقدها في وقت فرارك فتأكد من القيام بالأمر مع ذلك أول شيء أريد القيام به هو تفعيل الـ HTTPS سأنقر على هذا الزر ثم على Install SSL وبالنسبة لمن لا يعرف ما هي السل فهي هذا القفل الذي يخبرك بأن اتصال موقعك آمن باختصار إذا لم تكن لديك فلن تحصل على اتصال آمن وربما يعتقد الناس أن موقعك سيئ لذا يجب عليك التأكد من امتلاك الـ SSL لتحصل على اتصال آمن في موقعك على أين دعنا نعود إلى Hosinger رائع لقد تم تثبيت الـ SSL بنجاح سأنقر على Close بعد أن قمنا بتثبيت الـ SSL دعنا نفعله من خلال النقر على هذا الزر أأنت ذا لقد تم تفعيل الـ HTTPS بنجاح مرة أخرى الـ SSL سيؤكد أن موقعنا آمن والآن إذا وجدت خلال بناء الموقع أن التغييرة التي تقوم بها لا تظهر فقط أنقر على زر Flash Cache إنه أساساً ينظف الكاش أيضاً بالنسبة لمن يريد إخفاء موقعه حالياً كي لا يظهر للناس على الإنترنت يمكنه النقر على Maintenance Mode وكل من يزور الموقع سيجده في وضعية الصيانة وبالتالي لن يتمكن الناس من رؤية عملية بناء الموقع هذا أمر رائع جداً وبمجرد الانتهاء من كل هذه الإعدادات أنقر على Edit Website على اليسار جيد هنا ستدخل اسم المستخدم أو الإيميل تذكر أننا أنشأنا سابقاً اسم المستخدم وكلمة المرور يجب عليك إدخالهما في هذه الصفحة إذن سأقوم بإدخالهما أيضاً إذا نسيت كلمة المرور أنقر على الوصيل Password وسيتم إرسالها إلى الإيميل الذي استعملت لتسجيل فيهو سينجر عموماً سأنقر على Login وهنيئاً الآن موقعك موجود على الإنترنت كذلك لدينا أيقونة الأسسل في الأعلى مما يعني أن اتصالنا آمن بعد الوصول إلى وجهة الإعدادات ربما تحتاج إلى شيء إضافي يجب عليك العودة إلى الإيميل الذي تسجلت به لتأكيد بياناتك وهذا الأمر مطلوب من قبل قواعد الأيكان لذا يجب عليك فعله عموماً ستجد رابطاً في الرسالة ولا تقلق إنه من هوسينجر وليس من أحد المواقع سيئة باختصار أنت في حاجة إلى تأكيد نطاقك وإذا لم تقم بتأكيده خلال أسبوعين سيتم تعليقه إذن تأكد من النقر على الرابط لتقوم بتأكيد نطاقك والآن سأنقر على Verify Email وهذا كل شيء بعد هذا دعنا نعود إلى صندوق الرسائل حيث ستجد رسالة أخرى من هوسينجر أعني إذا أرسلوا لك رسالة لتأكيد الإيميل تحقق من أنها من هوسينجر ثم أنقر على Verify Email لتقوم بتأكيد البيانات التي قد تحتاج إلى تأكيدها فقط لتطمئن أن حسابك في وضعية جيدة عموما دعنا نعود إلى موقعنا وهذا هو موقعك الجديد إنه موجود حاليا على الإنترنت وإذا أردت أن ترى كيف يبدو أنقر على Visit Site في أعلى اليسار وهذا هو موقعك الجديد باختصار إنه موجود على الإنترنت وهذا كل شيء إذن لقد كان من السهل إعداد هذا الموقع دعنا نعود إلى واجهة الإعدادات من خلال النقر على الداشبورد في أعلى اليسار إجمالاً هذه هي واجهة الوربريس حيث يمكنك القيام بتغييرات في موقعك إذن موقعنا موجود على الإنترنت فدعنا نعدل بعض الإعدادات العامة في البداية توجه إلى Users ثم انقر على Profile ومستقبلاً إذا فقدت كلمة المرور أو أردت تغيير المنظومة اللونية من هنا يمكنك القيام بالأمر وبالنسبة إلى هذا الفيديو أعتقد أنني سأستخدم Midnight إنه يعجبني كثيراً لأنه مريح للعين أفضل استخدامه بدل بقية هذه الخيارات المبتذرة والآن سننزل إلى الأسفل وهنا يمكنك دائماً تعديل البريد الإلكتروني وتذكر أن هذا الإيميل مهم جداً لأنه إذا نسيت كلمة المرور سيتم إرسالها إليه وطبعاً يمكنك تغييره في أي وقت بعد هذا لدينا خيار New Password وهنا يمكنك تغيير كلمة المرور إن شئت وبمجرد الانتهاء من كل تغييرات انقر على Update Profile والآن لنقل أنك تتحدث لغة أخرى توجه إلى Settings على اليسار ثم انقر على General هنا أيضاً يمكنك تغيير البريد الإلكتروني في أي وقت حيث بمقدورك إدخال إيميلك الجديد في هذه الخانة إن شات وفي الأسفل لدينا لغة الموقع وإذا غيرتها ستطبق على الواجهة الخلفية كلها يمكنك أن تختار أي لغة تريد الإسبانية، البرتغالية، العربية، الهندية إلى آخره وفي الأخير احفظ الأعدادات الشيء التالي الذي نحتاج إلى فعله هو تعديل البرمالينكس حسناً انقر على برمالينكس في اليسار كما ترى لدينا عدة خيارات لكن يجب أن تحدد PostName وسبب اختيارنا لPostName هو أننا نريد أن يحتوي الرابط على اسم الموقع والصفحة فقط بدل كل هذه الأرقام البشعة أيضاً PostName هو أفضل خيار للسيو وفي الأخير انزل إلى الأسفل ثم انقر على Save Changes والآن لنقل أنك تريد الدخول إلى موقعك والخروج منه ربما تكون في منزل أصدقائك وترغب في العمل على الموقع أولاً دعنا نخرج من الموقع هيا انقر على Logout في أعلى اليمين حالياً لقد خرجنا من موقعنا ولا توجد طريقة للدخول إليه لكن إذا أردت دخول إلى موقعك للقيام بالتغييرات توجه إلى الرابط واكتب .wp-admin ثم ضغط على Enter وهنا يجب أن تدخل بياناتك الاعتمادية التي استخدمت عند تثبيت الووربريس حسناً سأضع Admin ثم Patiwork في كلمة المرور ثم سأؤشر على Remember Me وأنقر على Login إذن هكذا يمكنك الدخول إلى موقعك والخروج منه لتتمكن من العمل عليه من أي مكان عمل رائع يا شباب لقد حصلنا على النطاق والإصدافة ويمكننا الانتقال إلى الخطوة الموالية حيث سنثبت البيج بيلدر وثيمة الووربريس عموماً الثيمة تعطيك بنية الموقع بينما البيج بيلدر يتيح لك تصميم كل شيء داخل هذه البنية إذن دعنا نبدأ جيد لقد انتهينا من الإعدادات العامة فدعنا نثبت ثيمة الووربريس هي توجه إلى Appearance ثم انقر على Themes طبعاً الثيمة هي التي ستمنح الحياة إلى موقعك من خلال إضافة لمستها إلى تصميم الموقع انقر على Add New ثم على Popular وهنا لدينا الكثير من الثيمات المختلفة لا أريد أن أقول أن جل هذه الثيمات أصبحت متجاوزة لكن استخدامها يقل يوماً بعد يوم وفي المقابل استخدام البيج بيلدر يزداد يوماً بعد يوم على أين سنستخدم في هذا الفيديو ثيمة أسرى وإذا لم تستطع العثور عليها فقط أكتب اسمها في خانة البحث ها هي ذي وكما ترى لقد تم تثبيتها مسبقاً في موقعي لكن بمجرد أن تجدها ثم انقر على Activate لتفعيلها رائع لقد ثبتنا ثيمة ويمكننا أن نرى كيف أصبح موقعنا انقر على Visit Site في أعلى اليمين وكما ترى لقد تغيرت المنظومة اللونية بالكامل لقد تخلصنا من اللون الأخضر البشع وحصلنا على هذا الرمادي مع الأزرق والآن بعد تثبيت ثيمة دعنا نضيف بعض الصفحة إلى موقعنا تواجه إلى Plus New في الأعلى ثم انقر على Page وخلال إنشائنا للموقع أريدك أن تتعود على الروباس لذلك أنا أريك الأساسيات قبل الانتقال إلى إنشاء البورتفوليو واستخدام البيج بيلدر بالنسبة إلى عنوان الصفحة سأضع Home ثم انقر على Publish ثم Publish إذن هذه هي صفحة رئيسية العملية بسيطة جدا والآن دعنا ننشئ صفحة أخرى انقر على شعار الورباس ثم على Add New وعموما يمكنك إنشاء صفحات من خلال شريط العلوي أو الواجهة الخلفية لا فرق ضع في العنوان About Us من ناحا ثم انقر على Publish ثم Publish مرة أخرى انقر على شعار الورباس ودعنا ننشئ صفحة أخيرة وهي صفحة تواصل معنا اكتب في العنوان Contact Us وكالعادة Publish ثم Publish بعدها انقر على شعار الورباس والآن هذه هي الصفحات لكننا لا نحتاج إلى هاتين صفحتين تلقائيتين التين تأتيان مع الورباس ولحثهما أشر عليهما ثم حدد Move to Trash ثم انقر على Apply رائع لقد أضفنا هذه الصفحات ونحتاج حاليا إلى إنشاء قائمة فإذا ذهبنا لمعاينة الموقع ستجد الصفحات هنا لكنها تحتاج إلى بعض تنظيم وبالتالي نحتاج إلى إنشاء قائمة لموقعنا إذا نعود إلى واجهة الإعدادات ثم تواجه إلى Appearance وانقر على Menus والآن دعنا نضع اسم للقائمة وللإشارة أنت الوحيد الذي سيرى اسم القائمة لأنه لن يظهر للناس سأضع مثلاً Main Menu ثم سأؤشر على Primary Menu وانقر على Create Menu بعد هذا انقر على View All في Pages ودعنا نحدد كل هذه الصفحات ثم أضفها إلى القائمة كما ترى لدينا صفحة رئيسية عفواً لدينا صفحتين رئيسيتين لكن هذه الصفحة الثانية عبارة عن Custom Link وبالتالي يمكنك تغييرها إلى أي شيء ربما نغيرها إلى مجموعة فيسبوك سأضع في الاسم Facebook Group وفي URL يمكنك أن تضيف رابط مجموعتك في الفيسبوك إذن يمكنك استخدام Custom Link لأي شيء موجود على الإنترنت وليس بالضرورة أن يكون موجوداً في الموقع قد يكون رابطاً لحسابتك الإجتماعية لكنني سأحذفه لأنني لا أحتاجه سأفتحه هكذا ثم أنقر على Remove والآن سأعيد ترتيب قائمتي الصفحة الرئيسية أولاً تليها صفحة مناحن ثم صفحة التواصل في الأخير أنقر على Save Menu جيد دعنا نعين ما قمنا به هيا أنقر على Visit Site وكما ترى لدينا الصفحة الرئيسية مناحن وتواصل معنا والآن هناك شيء نحتاج إلى تغييره كما تلاحظ هذه هي الصفحة الرئيسية التي أنشأنا وتحمل اسم Home لكن إذا نقرنا على الشعار نجد أن هذه هي الصفحة الرئيسية وبالتالي نحتاج إلى تعيين صفحة Home كصفحة رئيسية لتكون أولى صفحة يزورها المستخدمون عند الدخول إلى الموقع وللقيام بالآمر أنقر على Customize في الأعلى والآن هذا هو Theme Customizer الذي سنتحدث عنه لاحقاً في الفيديو إنه يتيح لك تغيير الهدر التحكم في الفوتر وتحكم في تصميمي وبنية الموقع بشكل عام لكن حالياً توجه إلى إعدادات الصفحة الرئيسية ثم حدد Static Page ثم سأحدد Home كصفحة رئيسية وأنقر على Publish وهذا كل شيء دعنا نغلق النافذة ها نحن ذا لقد أصبحت Home هي صفحة رئيسية للموقع إذن لقد أضفنا صفحات إلى القائمة فدعنا نثبت ال Page Builder لتصميم موقعنا وللتذكير هناك نسخة مجانية لهذا ال Page Builder وأخرى احترافية فدعني أريك النسخة المجانية عموماً القالب الذي سأعطيك فيه أجزاء مصممة بواسطة النسخة الاحترافية لكن معظم أجزائه مصممة بواسطة النسخة المجانية على أن توجه إلى Plugins ثم انقر على Add New أعرف أن الكثير من من يشاهدون الفيديو يعلمون مسبقاً أنه Elementor إذن أكتب Elementor في خانة البحث هذا هو ال Page Builder الذي سنستخدم لبناء موقعنا إنه واحد من أكثر ال Page Builders شعبية فكما ترى هناك الكثير منها كلما نزلت إلى الأسفل ستجد المزيد من ال Page Builders وبمجرد أن تجد Elementor انقر على Install Now ثم انقر على Activate جيد لقد ثبتنا ال Page Builder ويمكننا البدء في بناء موقعنا توجه إلى Pages ثم انقر على All Pages بعدها اذهب إلى Home ثم انقر على Edit والآن لدينا زر Edit with Elementor في الأعلى هيا انقر عليه لنبدأ في بناء موقعنا باستعمال Elementor جيد في البداية دعنا نتعود قليلاً على هذا ال Builder قبل أن ننتقل إلى القوالب وباقي الأشياء حيث سأعطيك درساً مكثفاً حول ال Elementor Page Builder وللإشارة لدي فيديو آخر مخصص فقط لكيفية بناء موقع WordPress باستخدام Elementor مدته حوالي ساعة ونصف ويتحدث عن كل الأساسيات لكن حالياً دعني أعطيك درساً مكثفاً حول Elementor قبل أن ننتقل إلى الحديث عن القلب والآن لدينا العناصر في اليسار حيث يمكنك سحبها إلى الصفحة مثلاً سأصحب هذا ال Hidden Text لإضافة عنوان إلى الصفحة أيضاً يمكنك النقر على أيقونة الزائد واختيار عدد الأعمدة عمود واحد، عمودان، ثلاثة أعمدة إلى آخره وبمقدورك إضافة الأعمدة حسب رغبتك ويمكنك كذلك أن تسحب العناصر الموجودة في اليسار إلى العمود كما تستطيع سحب العناصر الموجودة في الصفحة باستخدام أيقونة القلم إلى داخل الأعمدة سأسحب صورة مثلاً دعنا نعود إلى العناصر لديهم الكثير منها هنا مثلاً هذه العناصر احترافية وتتطلب منك الترقية إلى النسخة الاحترافية لكنك لن تحتاج إليها في البداية لنقل أنك تريد إضافة أيقونة أو تقييم نجوم إقونات اجتماعية إلى آخره وهنا على اليسار يمكنك تعديل العنصر سأكتب في العنوان مثلاً How to make website كيف تنشئ موقعاً أيضاً يمكنك إضافة رابطاً إلى العنصر إن شاءت ولتوضيح نافذة content تتحكم في المحتوى المكتوب وفي بنية العنصر بينما نافذة style تتحكم في تصميم كالألوان والخطوط التضليل إلى آخره مثلاً سأغير اللون إلى الأسود ثم أغير الخط إلى poppins إنه خطي المفضل دعني أضيف الخط لكن poppins يجب أن يكون ثخيناً ليبدو جيداً لأن شكله يصبح غريباً إذا كان نحيفاً هكذا لذلك يجب أن نحدد bold ليظهر poppins بشكل جميل في الحقيقة الخط المستخدم في هذا القلب هو poppins bold على أين هذا مجرد مثال تذكر فقط أن نافذة style تتحكم في تصميم وبالنسبة إلى نافذة advanced فهي تتحكم في موضع العنصر وتتيح لك إضافة تأثيرات كما ترى التأثير يعمل جيداً لكن لا تكثر من هذه الأشياء لأنها تؤثر سلباً على الموقع مع ذلك هذه هي كيفية إضافة تأثيرات الحركة إلى العنصر وعموماً كل العناصر تتوفر على نفس الخيارات حيث لدينا ثلاث نوافذ content, style, advanced وتذكر content تتحكم في المحتوى style في تصميم كالألوان والخطوط التضليل إلى آخره والآن دعنا نعدل هذه الصورة انقر على choose image ثم توجه إلى media library لنقل أنك تريد إضافة صورة إلى موقعك انقر على select files ثم حدد صورة التي تريد وللإشارة لقد أعددت صورتين تجريبيتين من أجلك فقط لتتمكن من العبث بالخيارات والتعود عليها سأضيف هذه الصورة ثم أنقر على insert media ها نحن ذا يمكنك أن تسحب العنوان وتضعه تحت الصورة هكذا ثم سأغير المحتوى مثلاً إلى welcome to agency مرحباً بك في الوكالة أيضاً دعنا نضيف زراً تحت النص ونستطيع أن نربطه بصفحة الحساب الشخصي أو ما شابه إذن هكذا يمكنك استخدام هذه العناصر لبناء موقعك والآن هناك شيء أريد تحدث عنه إنه البادين لنقل أنك أضفت عموداً هنا دعنا نسحب هذا النص إليه ربما تلاحظ حالياً أن العنصر الجديد قريب جداً من العناصر التي فوقه لديك خياران هنا إما أن تضيف البادين إلى هذا العمود أو إضافته إلى العمود الجديد ولتوضيح البادين هو المساحة مثلاً أنقر على هذه النقاط تواجه إلى advanced بعدها سألغي الارتباط بين الجوانب ثم أضيف البادين في الأسفل كما ترى لقد تمت إضافة مساحة في أسفل هذا القسم أو يمكنك التوجه إلى هذا العنصر وإضافة المساحة في الأعلى لزيادة التباعد إذن هكذا يمكنك إضافة المساحة بين الصفوف في المجمل هذا درس مكثف حول العناصر في أليمنتور وإذا احتجت إلى المزيد من الشارح أنصحك بمشاهدة الفيديو المخصص لأليمنتور وبالمناسبة سأعد نسخة جديدة منه قريباً ربما في شهر فبراير أو مارس مع ذلك ما تزال الدورة الحالية صالحة على أين سأحذف هذا القسم لأننا سنعيد إنشاء هذه الصفحة الموجودة في الموقع التجريبي لكن أولاً دعنا نحذف كل شيء هنا لنبدأ من الصفر إذن بعد أن تعودنا على البيج بيلدر سنبدأ في بناء الصفحة كما ترى لدينا هنا نص المحتوى والعنوان والآن دعنا نضيف صفاً من عمود واحد ثم نسحب نصاً حيث سنكتب Web Design Professional تصميم احترافي للموقع كما ترى في الموقع تجريبي لدينا هذا الخط لقد أضفناه باستخدام النسخة الاحترافية وبالتالي إذا استوردت القلبة وكنت تتوفر على النسخة الاحترافية يمكنك إضافة هذا الخط لكن حالياً دعنا نكمل بناء الموقع باستعمال النسخة المجانية على أين سأضع النص في الوساط ثم أغير لونه إلى الأسود أيضاً يمكننا تغيير الخط لكنني سأكتفي بتعديل حجمه هكذا ربما 300 أفضل والآن أعرف أن النص قريب جداً من أعلى صفحة لكن لا تقلق سنصلح الأمر لاحقاً لأنني أريد أن أكمل بنية الصفحة أولاً بعد هذا دعنا نضيف هذا العنوان إسحب الهدن تيكس إلى الصفحة ثم ضع النص في الوسط يمكنك أن تكتب أي شيء تريد لكنني سأكتب مثلاً مرحباً تصفح البورتفوليو وطبعاً سنغير لون النص والخط وكنصيحة استخدم خطاً واحداً في بناء موقع البورتفوليو يمكنك استعمال خطين لكن يجب أن يكون الخط الثاني ثانوياً أي أن تقلل من استخدامه كأن تستعمله فقط في الفوتر أو ما شابه وبالتالي لا يجب أن تستعمله في كل مكان بعبارة أخرى جل المواقع تستخدم خطاً واحداً لكن بعضها تستعمل خطين مثلاً هنا لدينا بوبينز وخط آخر أعتقد أنه يدعى انتر لكنني لست متأكداً وعموماً إذا أردت إضافة خط ثاني فيجب أن تقلل من استعماله ولا يجب أن يكون في الأماكن الأساسية في الموقع وبالعودة إلى تصميم في الموقع تجريبي نجد هذا الفاصل فدعنا نضيف فاصلاً في موقعنا للإشارة يستعمل الفاصل أساساً لإضافة المزيد من البدن لكن يمكنك استخدامه فقط لإضافة الجمالية إلى التصميم كما ترى لقد حصلنا على هذا الخط لكنه طويل جداً دعنا نقلص حجمه هكذا ثم نضعه في الوسط ها نحن ذا بعدها توجه إلى الستايل حيث يمكننا أن نزيد من سمك الخط أيضاً يمكننا تقليص مساحة العرض من هنا لكن الأمر يعود إليك فما نقوم به أساساً هو إضافة بعض الجمالية إلى التصميم بعد هذا لدينا نص تحت الفاصل لكنني كسول جداً ولا أريد أن أسحب عنصراً جديداً وأكارر نفس العملية السابقة لذلك سأنقر على هذا العنصر بزر الأيمان ثم على Duplicate لتكراره ثم سأسحب العنصر المكررة إلى هنا وفي الأخير سأعدل النص هكذا حيث سأضع نصاً تجريبياً في المحتوى وسبب إضافة هذا النص تجريبي هو أننا نريد أن نرى كيف سيبدو التصميم بعد إضافة المحتوى إلى الصفحة فليس هناك سبب يدفعنا إلى الاستمرار في إضافة العناصر دون أن نكون متأكدين من شكل تصميم لذلك سأكرر النص التجريبي عدة مرات نحن ذا جيد لقد أضفنا نصاً تجريبياً لنرى شكل تصميم بوضوح كما ترى لقد حصلنا على نفس البنية لكن ربما نلاحظ أن الخط هنا أنحاف وبغية الحصول على نفس النحافة توجه إلى نافذة Style وعد الحجم الخط بعبارة أخرى خط النص في الموقع تجريبي نحيف جداً لأنني لا أريده أن يشغل كل الصفحة لذلك يجب أن نغير حجمه ليصبح ملائماً أكثر توجه إلى نافذة Advanced ثم إلى خيار Positioning حيث يمكننا تعديل عرض النص حدد Custom ودعنا نعدل النص هكذا أعتقد أن 506 نسبة جيدة لكن ربما 500 أفضل بعدها عد إلى نافذة Content كما ترى النص موجود في اليسار لكنني أريد أن أضعه في الوسط ولتعديل العناصر داخل هذا العمود أنقر على هذه الأيقونة ثم حدد Middle في Vertical وCenter في Horizontal ها نحن ذا هكذا يمكنك تعديل أماكن العناصر لتأكد من أنها مرتبة وعموماً تصميم جيد جداً لكنني أريد تقريص محتوى النص هكذا والآن دعنا نعدل عرض العمود أريد أن أجعله أكبر لأتمكن من إضافة صورة كاملة العرض كالموجودة في الموقع التجريبي حسناً أنقر على هذه النقاط ثم حدد Full With في Content With بعدها حدد Fit To Screen في Height لأنني أريد أن يكون القسم أكبر والآن لدينا مساحة كبيرة بيضاء حيث سنضيف صورة توجه إلى نافذة Style وهنا توجد عدة خيارات أولاً يمكننا أن نضيف تدرجاً لونياً في الخلفية من خلال الدمج بين لونين هكذا ثانياً إضافة فيديو من يوتيوب ثالثاً إضافة سلايدشو في حال أردت إدراج عدة صور وعرضها بالتتابع رابعاً يمكننا استعمال خلفية كلاسيكية وحادية اللون لكنني سأحافظ على بساطة التصميم وأكتفي بإضافة صورة في الخلفية سأحدد هذه الصورة ثم أنقر على Insert Media إذن لقد أضفنا صورة لكنها ليست موضوعة بشكل جيد مع ذلك يمكننا تعديل مكانها أولاً حدد Cover في خيار Size ثم حدد Center Center في Position لكنني أعتقد أن Center Top تبدو أفضل وكما ترى لقد أصبحت صورة أجمل إنها أنيقة ورائعة الشيء التالي الذي سنفعله هو إضافة بعض الأزرار دعنا نعود إلى نافذة العناصر في اليسار ثم نسحب أزراراً إلى صفحة نحن ذا بعدها ضع الزر في الوسط ويمكننا أن نكتب شيئاً على الزر سأكتب مثلاً View Portfolio لكن بإمكانك أن تكتب ما تشاء وفي Link نستطيع أن نضيف رابط صفحة الportfolio لكننا سنقوم بهذا الأمر لاحقاً وكالعادة يمكنك تغيير اللون في نافذة Style في الموقع التجريبي لون الزر أسود والنص أبيض دعنا نعود إلى موقعنا وفي Background Type يمكننا تغيير لون الزر إلى الأسود هكذا وبالنسبة إلى النص توجه إلى Typography حيث نستطيع تعديل كل شيء سأغير الخط إلى الروبوتو ثم أحدد Bold جيد لقد تغير الخط أما فيما يخص اللون فيمكننا تعديله في خيار Text Color لكنني سأتركه أبيض إذن هكذا يمكننا إضافة زر إلى الموقع والآن ربما لاحظت أن الموقع تجريبي يحتوي على زرين متجاورين بمقدورنا استعمال عنصر الانرسكشن لإضافة عمودين داخل العمود إنه يتيح لنا إضافة المزيد من العناصر بجوار بعضها البعض داخل الأقسام جيد هذا هو الزر الأول توجه إلى Content وغير مكانه إلى اليمين هكذا بعدها كاري ريزير ثم أسحبه إلى هنا وتوجه إلى Content وغير مكانه إلى اليسار إذن هكذا يمكننا تصميم العناصر وتعديلها لكن في المجمل أعتقد أنك فهمت الفكرة وأصبحت تعرف كيف تصمم وتبني موقعك طبعا موقعنا لا يبدو مثل موقع تجريبي لأن العنوان في الموقع تجريبي أكبر ولونه أبيض لذلك دعنا نعود إلى موقعنا لنغير لون النص إلى الأبيض ثم نزيد حجمه هكذا أيضا يمكننا إضافة بعض الزينة كإضافة خط فوق العنوان أو تحته الأمر يعود إليك في إضافة ما تشاء فهناك الكثير من الخيارات التي تتيح لك تصميم العنوان والآن لقد أضفت بعض تضليل خلف النص في الموقع تجريبي أعتقد أن لونه أسود بهت فدعنا نضيف تضليلا ممثلا في موقعنا ربما هذا الأسود جيد هل نحن ذا؟ لقد حصلنا على تضليل خلف العنوان وهذه هي طريقة إضافته أيضا يمكننا الذهاب إلى تيبوغرافي لإضافة تضليل إلى العنوان نفسه كما ترى إذا سحبت الزر إلى الخلف سيصبح النص بدون تضليل لكن إذا سحبته إلى الأمام سيظهر تضليل والغاية من هي إضافة بعض الجمالية إلى تصميم بالنسبة إلى بقية العناصر كل ما نحتاجه هو تغيير الألوان سأغير هذا النص إلى الأبيض ونفس الشيء مع النص الآخر سنغير لونه إلى الأبيض أيضا يمكنك تعديل هذين الزرين أو تغيير لون الفصل إلى الأبيض إذن هذا درس مكثف عن كيفية استخدام البيج بيلدر وإذا ألقيت نظرة على موقعنا ستجده مشابها للموقع تجريبي طبعا يجب أن تزيد حجم هذين الزرين ووضع محتوى مناسب في النصوص لكن في المجمل أعتقد أن هذا الدرس عن استعمال البيج بيلدر سريع ورائع جدا وبتأكيد إذا أردت إضافة قسم جديد ستعيد نفس العملية مثلا أنقر على أيقونة الزائد وحدد صفا من ثلاثة أعمدة ثم أسحب العناصر باختصار إنها طريقة ممتعة ويمكنك بناء الموقع حسب رغبتك إذن Elementor أداة سهلة الاستخدام كما أخبرتك فقد تمرن عليه لبضع ساعات وستصبح محترفا أعتقد أنك فهمت كيف تستعمل البيج بيلدر فدعنا ننتقل إلى الحديث عن كيفية استيراد قالب بدئي وسأريك طريقة تصميمه هيا أنقر على Update والآن مع الأسف يجب أن نحذف كل ما قمنا به أعرف أن الأمر محزن لكن لا تقلق التصميم الجديد سيكون أفضل بعشر مرات إذن البيج بيلدر لا يحتاج إلى شرح ستعتاد عليه بعد ساعات من الاستخدام دعنا ننتقل إلى الخطوة الثالثة حيث سنستورد قالب البورتفوليو وبمجرد استيراده يمكنك تصميمه حسب رغبتك أيضا يمكنك إضافة صور أو أي شيء تريد حيث أنك قادر على تعديل القلب بالكامل هل أنت جاهز؟ دعنا نبدأ والآن أول ما يجب أن تفعله هو التوجه إلى موقع ديرلويلسون دوت كوم ستجد رابطه في صندوق الوصف بعد الوصول إلى هنا أنقر على View Layouts وهنا لدي الكثير من القوالب المجانية التي سأعطيك إياها كمكافأة لكنني سأطلقها بعد أسبوعين من الآن خلال الجمعة البيضاء أعتقد أنها ستكون متوفرة مسبقا في موقعي عندما تشاهد هذا الفيديو أنقر على Elementor Template كما ترى أنا أحمي منتجاتي لكن هذا القلب سيكون متاح مجانا في وقت مشاهدة هذا الفيديو لم أرغب في إطلاقه قبل الفيديو لأنني لا أريد أن يحمله الناس قبل نشر الفيديو على أين حمل القلب الذي يدعى هيا أنقر عليه وكما ترى هذا هو تصميم الذي سأزودك به مجانا يمكنك أن تتصفحه بنفسك وستجد أنه رائع جدا للبورتفوليو لقد عملت عليه أنا وفريقي مدة طويلة ليكون جميلا هكذا والآن أنقر على أتو كارت جيد أنقر على فيو كارت وستجده هنا في العربة وبالمناسبة تصميم صفحة العربة في موقعي جميل وأنيق جدا وإذا أردت بعض النصائح بخصوص تصميم موقع كهذا فقط أخبرني في التعليقات لكن حاليا أنقر على Proceed to Checkout ثم أنقر على Place Order وطبعا القلب مجاني ولن يكلفك أي شيء جيد كما ترى لدينا قسم تحميل وهذا هو قالب Creator هيا أنقر على Download وكما تلاحظ لقد حصلنا على ملف بصيغة Zip يدعى Elementor Kit وهو الذي سنستورده في موقعنا إذن دعنا نعود إلى الموقع الذي نعمل عليه والآن أنقر على Exit Dashboard جيد أنقر على شعار الوربريس بعدها توجه إلى Elementor ثم أنقر على Tools وهيا أنقر على Import & Export Kit وللإشارة عادة ما يرفع الناس ملفات JSON واحدا تلو الآخر لكن الأمر يستغرق مدة طويلة لذلك أستخدم أنا وفريقي قسم Template Kit الذي يسهل العملية كثيرا والآن توجه إلى Import Template Kit وانقر على Start Import وبمجرد الوصول إلى هنا اسحب ملف Zip الذي حملنا هكذا أو يمكنك أن ترفعه من خلال النقر على Select File وتحديد الملف على أين كما تلاحظ هنا هذه الأجزاء من القالب خاصة بالنسخة الاحترافية وتتضمن الهدر، الفوتر، المنشورات المستقلة، صفحة 404 وصفحات أخرى خاصة بالنسخة الاحترافية عموما هذا الأمر خارج عن إرادتي كان من الضروري استخدام النسخة الاحترافية لتصميم هذه الأقسام لكن إذا قررت شراء النسخة الاحترافية سأترك لك الرابط في صندوق الوصف أيضا يمكنك التوجه إلى وبالنسخة الاحترافية أنصحك بخطة Essential إذا كنت مبتدئا أيضا يمكنك اختيار خطة 99$ التي ستعمل معك في ثلاثة مواقع طبعا أنا لدي خطة Expert ويمكنني تثبيت النسخة في 25 موقعا وبالتأكيد الأمر يصحق لأن موقع البرتفوليو يمثلك شخصيا وعموما سعر الخطة ليس كبيرا ولن يؤثر على ميزانيتك إنها تكلف فقط 50$ في سنة أنا مثلا أنفق حوالي 10$ يوميا في شرب القهوة وبالمناسبة لدي قوالب أخرى من أجلك سأطلقها قريبا فكما ترى لقد رفعت كل هذه القوالب في موقعي لكنني لم أطلقها بعد سأنتظر بعض الوقت قبل إطلاقها لكن عندما تشاهد هذا الفيديو بعد شهر من الآن ستكون كلها متاحة مجانا في موقعي وللإشارة لقد أنفقت أنا وفريقي آلافة دولارات لإعداد هذه القوالب وأنا متحمس جدا لأعطيك إياها مجانا وعموما إنها مواجهة لمجالة مختلفة التصميم الداخلي الحرف اليدوية الشركات التجارية إلى آخره إذن لدي الكثير من القوالب الرائعة من أجلك لكن حاليا سنستخدم كرييتو إنه أحد أفضل أعمالنا إلى حدود ساعة والآن إذا قررت استخدام النسخة الاحترافية كل ما عليك هو شراؤها ثم رفعها في موقعك على أين دعنا نكمل استيراد القالب وسنعود إلى Elementor لاحقا هيا أنقر على Next وحاليا يتم تنصيب القالب في موقعك امنحه حوالي دقيقة فقط لأنه لا يستغرق وقتا طويلا رائع لقد أصبح موقعنا جاهزا ويمكننا العودة إلى واجهة الإعدادات والآن دعنا نذهب لتأكد من أن كل شيء جيد إذن هذا هو الموقع الجديد والشيء الوحيد الذي ينقصنا هو صور وسبب عدم ظهورها هو أنها عناصر احترافية لكن لا تقلق يمكننا إضافة الصور باستخدام النسخة المجانية والآن أول شيء نحتاج أن نفعله هو تعديل تصميم الموقع فكما تلاحظ هذا القالب كامل العرض لكن موقعنا ليس كامل العرض وبالتالي يجب أن نعدله هيا أنقر على Customize توجه إلى Global ثم إلى Container وحدد Full Width & Stretch ثم أنقر على Publish رائع لقد أصبح الموقع كامل العرض بعد هذا دعنا نضيف الصفحات الأخرى التي سوردنا في موقعنا اذهب إلى واجهة الإعدادات ثم أنقر على Menus في Appearance والآن هذه هي لائحة الصفحات التي أنشأت من أجلك أما هنا في View All فستجد كل الصفحات الموجودة لديك حاليا أريد أن أضيف Home Page 3 لكن يمكنك أن تضيف أي صفحة تريد مثلا سأحدد كل هذه الصفحات لإضافتها إلى القائمة ها نحن ذا انقر على Add to Menu طبعا أنا لا أريد أن تظهر كل هذه الصفحات في القائمة لأنها ستصبح قائمة ضخمة جدا لذلك يمكنني أن أضيفها كقوائم منسدلة لتقليص حجم القائمة وتبدو أجمل سأضع Home Page 3 ضمن Home ويمكن أن أضيف أيضا Home Page 2 وللإشارة الكثير من هذه الصفحات تحتاج إلى النسخة الاحترافية لذلك إذا وجدت صفحات فارغة فلا تقلق سنمر على إعدادات النسخة الاحترافية لاحقا أعتقد أننا رتبنا القائمة بشكل جيد باستثناء بعض التعديلات البسيطة مثلا لدينا صفحة التواصل مكررة بينما نحن نحتاج إلى واحدة فقط لكنني سأترك لك كل شيء كما هو وأحفظ الإعدادات جيد دعنا نذهب لمعاينة موقعنا كما ترى هاته هي الصفحات التي أضفنا هيا أنقر على Home Page 3 هنحن ذا هاته هي الصفحة الرئيسية رقم ثلاثة وهذا هو موقعنا الجديد وكل ما عليك فعله هو أن تضع صورك بدل الصور الموجودة وطبعا الصفحة تتوفر على عناصر احترافية لذلك نجد بعض الأقسام فارغة عموما يمكنك أن تضيف أي صور في الموقع مثلاً أنقر على Edit with Elementor ودعنا نضيف بعض البيانات إلى موقع البرتفوليو جيد دعنا ننزل إلى الأسفل وكما ترى في الموقع التجريبي لدينا بعض الصور بين هذين القسمين انتظر تحميل الصور ها هي ذي حسناً يمكننا أن نضيف هذه الصور في نفس المكان في موقعنا اسحب صورة من العناصر ثم انقر على Choose Image وهذه هي الصور التي رفعت في الموقع التجريبي كل ما عليك هو تكرار نفس العملية لكنك لست ملزماً بتطبيق نفس تصميم بل يمكنك تصميم الموقع حسب رغبتك هل نحن ذا؟ دعنا نضيف هذه الصورة وعموماً يمكننا إضافة المزيد من الصور أو مشابه مثلاً سنضيف صورتين وللإشارة لقد أنشأت هذه البنية من أجلك لتحصل على تصميم كهذا وهذا التصميم يمنح موقع البورتفوليو جمالية كبيرة إذن لقد أضفنا الصور ويمكنك تعديلها حسب رغبتك مثلاً يمكنك تغيير حجم هذه الصورة بعبارة أخرى بمقدورك العبث بكل الصور لتحصل على التصميم الذي تريد وفي المجمل هكذا يمكنك إضافة هذا القسم مع كل صور في الأخير تصفح الموقع لتأكد من أن كل شيء جيد مجدداً هناك بعض العناصر المفقودة لأنها تحتاج إلى النسخة الاحترافية لكن يمكننا أن نضيف صورة هنا بدل استخدام العناصر الاحترافية مثلاً سأسحب صورة ثم أحدد هذه الصورة وأنقر على Insert Media كما ترى الأمر بسيط جداً فالقالب يناسب مستخدمي كلتاً نسختين المجانية والاحترافية لقد بذلت جهدي ليناسب القالب كل متابعي القناة وأمل أن تستمتع بتصميم فكل ما عليك هو تغيير الصور وسيكون كل شيء جاهزاً في الأخير أنقر على Update رائع لقد سوردنا قالب البورتفوليو وأصبح موقعنا جاهزاً فدعنا نتحدث عن كيفية إنشاء البورتفوليوز حيث أن هناك عدة طرق للقيام بالأمر إما أن تكون مبدعاً وتستخدم البيج بيلدر لتصميم البورتفوليو من الصفر أو أن تستخدم الألمنتور بورتفوليو ويجيت لعرض مشاريعك بهذا الشكل هنا والطريقة الثانية متوافرة في النسخة الاحترافية فدعني أريك كيف تستخدم كلتاً طريقتين لعرض مشاريعك في الموقع الآن دعنا نتحدث عن كيفية إنشاء البورتفوليوز حيث سأشرح لك كلتاً طريقتين أولاً لدينا البورتفوليو كريايتيف لكن دعنا ننقر على بورتفوليو سينجل كما ترى هذا هو اسم المشروع وهذه هي الصور المستخدمة هنا وتحت الصور نجد بعض المحتوى مكان العمل العنوان الشخص الذي قام بالعمل وبعض البيانات العامة وللإشارة هذا التصميم تم إنشاؤه بالكامل باستعمال النسخة المجانية إنه رائع ويناسب مستخدمي كلتاً نسختين وإذا أردت تعديله أنقر فقط على Edit with Elementor والآن دعنا نصمم هذا البورتفوليو جيد لنقل أنك تريد استخدام صورة أخرى لأنك تعمل في مجال مختلف مثلاً أنا أعمل على مشروع في مجال تجميل آسف لقد أخطأت في اختيار الصور دعنا نغيرها مرة أخرى ها نحن ذا سأستبدل صورة ثانية بهذا التوقيع أو ما شابه إذن لقد حصلنا على تصميم جميل وأنيق إنه يعجبني كثيراً أيضاً يمكننا تغيير هذا العنوان سأضع مثلاً The Portfolio Project وطبعاً يمكنك أن تضيف العناصر التي تتيح لك تقديم مشروعك بشكل جيد باختصار التصميم أنيق ورائع جداً إذن هكذا ننشئ Single Portfolio في الأخير أنقر على Update والآن دعنا ننتقل إلى البرتفوليو الثاني الذي أنشأت من أجلك فبعد أن رأينا البرتفوليو Single سننتقل إلى البرتفوليو Gallery وهذا الأخير يستخدم صوراً كبيراً وكما ترى إنه يستعمل تأثير الكنزبيرن الذي تحدثنا عنه سابقاً وبالتالي فهو يوفر لك طريقة مختلفة لعرض مشاريعك تحت الصور نجد بعض المحتوى حيث يمكنك أن تضع بياناتك بعد هذا لدينا عنصر احترافي أي أنك تحتاج إلى استبداله بعنصر آخر في النسخة المجانية ثم نجد الفوتر في الأسفل والآن دعنا ننتقل إلى البرتفوليو الثالث الذي أنشأنا من أجلك إنه موجه إلى من يريد المزيد من الإبداع كما أنه مصمم فقط باستخدام النسخة الاحترافية في القسم الموالي سأثبت نسخة ألمانتور الاحترافية وأريك كيف تستخدم وعنصرها جيد، ها قد عودنا إلى موقع ألمانتور وللتذكير هناك رابط أسفل الفيديو سيأخذك إلى هذه الصفحة وإذا استخدمت رابطنا فهذا يساعدنا على الاستمرار في إعداد هذه الدوارات مجاناً والآن أحدد الخطة التي تناسبك أعتقد أن خطة Essential مناسبة للمبتدئين وعموماً أنقر على Buy Now لشراء الخطة التي تريد بعد هذا ستدخل بياناتك هنا لإتمام عملية الشراء وبمجرد شراء الخطة سألتقيك في واجهة إعدادات العميل رائع، هذه هي واجهة إعداداتي أنقر على هذا السهم ثم على Download لتحميل النسخة الاحترافية ولتوضيح أنا لدي Download Pro لأنني اشتريت خطة البرو لكن أنت ستجد اسم الخطة التي اشتريت بعد Download وبعد تحميل النسخة الاحترافية دعنا نرفعها في موقعنا هيا عود إلى الموقع ثم توجه إلى Plugins وانقر على Add New والآن انقر على Upload Plugin ثم على Choose File ودعنا نرفع النسخة الاحترافية التي حملنا للتو ها هو الملف Elementor 3.5.1 وللإشارة لقد مر وقت على إعداد هذا الفيديو فلابد أن يكون هذا الرقم قد تغير على أي أنقر على Open ثم على Install Now جيد انقر على Activate Plugin وبمجرد أن ترفع نسخة Elementor الاحترافية انقر على Connect and Activate وسيتم ربط حسابك في Elementor مع الموقع في الأخير انقر على Activate رائع لقد ثبتنا النسخة الاحترافية فدعنا نعيد استيراد القلب حيث أنني أريد أن أستورده مرة أخرى لتظهر كل العناصر الاحترافية وبالمناسبة ستحصل حاليا على القائمة الرائعة التي رأينا سابقا أقصد هذه القائمة المنبثقة التي أخبرتك أنك تحتاج إلى النسخة الاحترافية لتستفيد منها وطبعا عندما تشهر النسخة الاحترافية ستحصل على تصميم رائع في موقعك والآن دعنا نعود إلى موقعنا ثم توجه إلى Elementor وانقر على Tools بعدها توجه إلى Import and Export Kit ثم انقر على Start Import وهنا يجب أن ترفع الملف الذي حملنا سابقاً انقر على Select File حدد القلب ثم انقر على Open وبما أننا نتوفر على النسخة الاحترافية فقد أصبحنا قادرين على السيراد الهدى الفوتر صفحة الأرشيف إلى آخره على أي أنقر على Next في الأسفل جيد لقد استوردنا القلب في موقعنا فدعنا نعود إلى واجهة الأعدادات ثم سنعين موقعنا لتأكد من أن كل شيء جيد رائع لقد تم سيراد الموقع لدينا كل صور هنا وإذا نزلنا إلى الأسفل سنجد جميع العناصر وكل شيء جيد والآن نحتاج إلى القيام ببعض تغييرات لأنني أريد أن أريك بعض الخيارات لكننا سنبقى قليلاً مع تصميم البورتفوليو قبل الانتقال إلى هذا الأمر وعموماً انقر على Portfolio Creative وهنا يمكننا اللعبث بالعناصر كأن نسحب عناصر جديدة إلى موقعنا مثلاً انقر على Edit with Elementor في الأعلى وكل ما يجب أن نفعله هنا هو سحب العناصر الاحترافية إلى الموقع إنها متوفرة فقط في النسخة الاحترافية تعنا نسحب هذا العنصر ها نحن ذا كما ترى لقد حصلنا على تصميم الديناميكي الجميل وفي Content يمكنك أن تحدد عدد الأعمدة والمنشورات في الصفحة عموماً الأمر يعود إليك بمقدورك استخدام هذا العنصر وتعديله حسب رغبتك لكن إذا أردت أن تعرض مشاريعك بطريقة مختلفة يمكنك السمال التصميمين الذين رأينا سابقاً باختصار تستطيع اتباع الطريقة التي تناسبك والآن هاته هي المشاريع حيث أن Elementor يعرض هنا المشاريع التي تضيفها في موقعك بشكل ديناميكي فدعني أريك كيف تنشئ مشروعاً قبل الانتقال إلى القسم الموالي لكن انقر أولاً على Update والآن دعنا نعود إلى واجهة الإعدادات انقر على شعار الوربريس بعدها توجه إلى Post ثم انقر على All Post كما ترى هاته هي لائحة المنشورات وفي الحقيقة إنها عبارة عن مشاريع وإذا نقرت على View ستجد أن هذا المنشور يحتوي على مشروع وعموماً يمكنك إنشاء مشروع من الصافر أو تعديل هذا المشروع والآن دعنا نعدل هذا المشروع بشكل سريع قبل الانتقال إلى إنشاء مشروعاً جديد هيا انقر على Customize بعدها انقر على Sidebar في اليسار ثم حدد No Sidebar لتخلص من الشريط الجانبي في الأخير انقر على Publish سأغلق هذه النفذة جيد دعنا نعود إلى واجهة الإعدادات بعدها توجه إلى Post ثم انقر على Add New كما قلت المنشور الذي سننشئه أساساً مشروع فدعنا نضع اسماً لمشروعنا سأكتب مثلاً Interior Design Project مشروع تصميم الداخلي وفي اليمين لدينا خيار Feature Dimage وهنا يمكنك أن تضيف صورة رئيسية لمشروعك كما ترى لدي الكثير من الصور التجريبية هنا من الواضح أنني عملت جيداً على الدورة على أين سأضيف هذه الصورة أعتقد أنها صورة للشاي الأخضر أو ما شبه وهنا يمكنك أن تضع كل المحتوى المتعلق بمشروعك وعموماً نستطيع أن نضيفه هنا أو أن ننقر على Publish ونستخدم البيج بيلدر لتصميم المشروع كما فعلنا سابقاً مع الصفحة الرئيسية وباقي الصفحات حسناً انقر على Publish ثم Publish بعدها انقر على Edit with Elementor والآن يمكنك أن تضيف أي شيء تريد إلى مشروعك لنقول أنك تريد إضافة ناص وبناء الصفحة من الصفر يمكنك أن تفعل أي شيء باستعمال هذا البيج بيلدر إذن لقد تعلمت كيف تسخدم البيج بيلدر سأتوقف هنا ولن أمر على أي شيء آخر لأن كل ما عليك أن تفعله هو العبث بهاته العناصر لتتمكن من تصميم المشروع حسب رغبتك مثلاً سأضيف نصاً تجريبياً هنا ويمكنك أن تسحب المزيد من العناصر كصورة أو ما شابه لبناء صفحة من الصفر بعبارة أخرى ستكرر نفس العملية التي قمنا بها سابقاً في تصميم الصفحات وللإشارة يمكنك استخدام الألمنتور بيج بيلدر أو الجوتنبرغ بيج بيلدر التلقائي في الأخير أنقر على Update والآن دعنا نعين هذه الصفحة بشكل سريع ها نحن ذا هذه هي صفحة المشروع الحالية حيث يمكنك أن تتحدث عنه وتضيف البيانات التي تريد بعد هذا دعنا نعود إلى قالبي Portfolio Creative وكما ترى لدينا The Interior Design Project وبالتالي كل مشروع ستنشئه سيظهر هنا تلقائياً كما أخبرتك سابقاً إنها خاصية رائعة وتعجبني كثيراً في هذا التصميم والآن دعني أريك ميزة أخرى لنقل أنك تريد إنشاء فئات لمشاريعك ربما تحتاج إلى تقسيم المشاريع إلى فئات توجه إلى خيار Filter Bar ثم فعله هكذا حالياً يمكنك فلترة مشاريعك بناء على الفئات الـ Tags أو الأشكال فبعد أن تنشئ المنشور يمكنك تحديد الفئة وعندما تنقر على أي فئة ستظهر لك المشاريع الموجودة ضمنها إذن دعني أريك كيف تقوم بالأمر فبهذا يمكنك إضافة بعض الجمالية إلى موقع البورتفوليو باستعمال النسخة Elementor الاحترافية لنعود إلى قسم المنشورات هيا أنقر على All Post جيد فهي ذي لائحة المنشورات وهذا هو مشروع التصميم الداخلي الذي أنشأنا قبل قليل وعلى اليمين لدينا الفئات لنقل أن هذا المنشور ينتمي إلى فئة المشروبات انقر على Add New Category لإنشاء الفئة إذن هكذا يمكنك إنشاء الفئات لمشاريعك باستخدام النسخة الاحترافية والآن لقد فهمت كيف تنشئ المشاريع كيف تضيف الصفحات إلى القائمة وكيف تعدل القائمة كذلك فدعنا ننتقل إلى الحديث عن Theme Builder وللتوضيح Theme Builder موجود في النسخة الاحترافية ويساعدك على إنشاء القائمة وعلى تصميم الهدر والفوتر عموما إنه ليس متقدما جدا لكنه يحتاج إلى بعض التدريب لذلك سأريك كيف تستخدمه لتعديل القائمة الهدر والفوتر هيا توجه إلى Template ثم انقر على Theme Builder عندما أنشأنا هذا القلب من أجلك وضعنا فيه الكثير من الأجزاء والصفحات مثلا لدينا هنا الهدر لنقل أنك تريد تصميمه انقر فقط على Edit وستتمكن من تعديله وتصميمه حسب رغبتك وتذكر أن هذا الهدر قد تم إنشاؤه باستخدام Elementor Page Builder عموما يمكنك تغيير الخلفية إضافة العناصر إلى آخره أيضا لدينا هذه الصورة التي أريد أن أجعلها قائمة منبثقة إذن انقر على هذه الصورة ثم تواجه إلى خيار Popup ثم حدد Off Canvas Menu لنطبق القائمة المنبثقة التي أنشأنا من أجلك وعندما تنقر حاليا على هذا الزر ستظهر لك القائمة المنبثقة هكذا في الأخير انقر على Update والآن يمكنك تعديل هذه القائمة حسب رغبتك مثلا بمقدورك أن تضيف زرا شعار الموقع إلى آخره لكن دعني أحذف هذا الزر إنه بشع جدا أما بالنسبة إلى هذه الصورة على اليسار فيمكنك استبدالها بشعارك انقر على Choose Image ثم ارفع صورة تمثيل موقعك لكنني لا أتوافر على شعارات كثيرة هنا لدي فقط شعار واحد وسأستخدمه الآن ها نحن ذا لا يبدو شعار جيدا أعتقد أنه يجب أن نغير الخلفية عموما سأكتفي بهذا التغيير البسيط لأنني لا أريد إهضار الكثير من الوقت إذن هكذا يمكنك تعديل القائمة والآن هناك شيء أود أن أشير إليه بعض المستخدمين يحبون Stick Menu ولتوضيح إنها قائمة تبقى ظاهرة عندما ننزل إلى الأسفل في الصفحة إذا أردت استعمال Stick Menu توجه إلى نافذة Advanced ثم إلى Attribute أسف يجب أن نذهب إلى خيار الموشن أفكت أجدد أسفي على هذا الخطأ على أين إذا حددت Top في Sticky ستبقى القائمة ظاهرة في الأعلى هكذا أما إذا حددت Bottom فستظهر في الأسفل لكنني سأحدد Top ثم أنقر على Update أثناء بنائك للموقع يمكنك أن تفتحه في نافذة جديدة لتسهل عليك رؤية ما يحدث إذن هذا هو موقعنا وإذا نزلت إلى الأسفل سترى أنه قد تمت إضافة Stick Menu أيضا إذا نقرت هنا على اليمين ستظهر لك هذه القائمة المنبثقة والآن آخر شيء أريد أن أريك إياه هو كيفية تصميم هذه القائمة التي تدعى Off Canvas Menu دعنا نعود إلى واجهة الإعدادات ثم توجه إلى Theme Builder بعدها انزل إلى Template ثم انقر على Popups وهذه هي Off Canvas Menu إنها نفس القائمة المنبثقة التي تظهر على يمني الصفحة ولتعديل هذه القائمة المنبثقة انقر على Edit with Elementor جيد حاليا يمكنك تعديل أي شيء في هذه القائمة كما ترى لقد أضفنا إليها عدة أشياء كالأيقونات الاجتماعية ومعرض الصور الذي يظهر بشكل أكبر عند النقر عليه وعموما إنها قائمة رائعة تضيف لمسة جمالية إلى الموقع ويمكنك تصميمها حسب رغبتك طبعا يمكنك أن تعمل عليها في وقت فراغك لكنني أريد أن أتركها هكذا مع ذلك إذا أردت تغيير الألوان تذكر أن هذا القسم في الأعلى هو الذي يتحكم في الألوان أيضا يمكنك أن تجعلها نفذة منبثقة كاملة العرض InChat لكنني سأحافظ على بسطة التصميم وأكتفي بإضافة تدرج لوني في الخلفية مثلا سأستعمل اللون الأزرق إلى جانب اللون الوردي أو ما شابه إذن هذه القائمة تبدو عصرية وأنيقة أمل أن تستمتع بهذا القلب في موقع البرتفوليو والآن دعنا نعود إلى واجهة الإعدادات وسأنقر على ليف لأنني لا أريد أن أحفظ هذه الإعدادات بعد هذا هناك شيء أود أن أشير إليه لنقول أنك ذهبت لمعاينة البرتفوليو الذي صممنا باستعمال هذا البيج بيلدر هيا أنقر على أحد هذه المنشورات وكما تلاحظ لقد أنشأنا هذا التصميم ليظهر بشكل ديناميكي في كل المنشورات وعموما هذا هو المشروع الذي لدينا هنا طبعا لقد صممناه باستعمال أليمنتور وإذا أردت أن ترى كيف قمنا بالأمر أنقر على Edit with Elementor في الأعلى وستجد عدة خيارات لتصممه حسب رغبتك لكن في المجمل إنه يعتبر منشورا مستقلا ولقد أنشأناه باستخدام Thim Builder لذلك إذا أردت إزالة أي شيء أو تغييره يمكنك القيام بالأمر باستعمال Thim Builder دعنا نعود إلى واجهة الإعدادات وهنا اذهب إلى Template ثم انقر على Thim Builder وللإشارة Thim Builder يتحكم في الأجزاء التي لا يمكنك تصميمها باستخدام Thim Cosmizer فأليمنتور يتيح لك تصميم أي جزء تريد والآن تواجه إلى Single Post وها هي ذي صورة المنشور أيضا لدينا صفحة 404 الموجودة في هذا القلب لكن دعنا نعود إلى المنشور المستقل وإذا أردت تعديله انقر على Edit لنقل أنك تعتقد أن التصميم يحتوي على عدة أشياء لا تريدها مثلا يمكنك حذف هذا القسم بالكامل أو تعديله حسب رغبتك وأي تعديل تقوم به سيظهر في كل المنشورات المستقلة باختصار يمكنك حذف أو تعديل أي قسم في المنشور أو حتى حذف كامل المنشور إنشات من خلال النقر على Trash إذن الثيم بيلدر يتحكم في أجزاء كثيرة في الموقع كما ترى في هذه الخيارات لدينا الهدر الفوتر السينجل بوست الذي يتحكم في المنشور المستقل وصفحة 404 إلى آخره أنا لازلت لم أعين أي من هذه الصفحات هنا لنقول أنني أريد تعيين هذه الصفحة كصفحة 404 للموقع للقيام بهذا الأمر يجب أن نعدل الشروط دعنا نعدلها أولا في صفحة 404 ثم ننتقل إلى المنشور هيا أنقر على Edit Conditions والآن حدد Page 404 لتعيين هذه الصفحة كصفحة 404 للموقع ثم احفظ الإعدادات إذن هكذا يمكنك تعيينها بعدها لدينا صفحة المنشور لنقول أنك لا تريدها أن تظهر في كل منشوراتك انقر فقط على Edit Conditions ثم احذف الشرط وبالتالي يمكنك أن لا تستخدم تصميم المنشور دون أن تحذفه كما ترى إنه موجود هنا لكننا لا نستعمله إذن هكذا يمكنك استخدام Thim Builder لتعديل أجزاء مختلفة في الموقع والآن دعنا نذهب لمعاينة مشروعنا لنرى ما الذي تغير انقر على Visit Site بعدها توجه إلى Portfolio ثم حدد مشروعنا هنا كما ترى لقد اختفى الهدر وإذا ذهبت إلى أي مشروع ستجد أن الهدر غير موجود إذن هكذا يمكنك استخدام Thim Builder لتعديل مشروعك في الأخير أمل أنك استمتعت بالفيديو وإذا كانت لديك أية أسئلة لا تتردد في طرحها في التعليقات وإذا وجدت مشكلة في السراد القالة فهناك عدة طرق لحلها وأسهلها هي أن تعيد السرادة مرة أخرى أيضا إذا رأيت أن موقعك يحتوي على الكثير من الصفحات التي لا تريدها كل ما عليك هو تحميل إضافة تدعى WP Reset وهذه الإضافة ستعيد موقعك إلى وضعية البداية دعني أثبتها لأعطيك مثالا فأنا أعرف أن الكثير من المبتدئين يقومون بعدة إخطاء في الموقع ويريدون البدء من الصفر مرة أخرى سأريك كيف تعيد موقعك إلى مرحلة البداية لتبدأ في بنائه من الصفر مجددا حسنا سأكتب Reset هنا ثم أنقر على Reset Site ثم على Reset WordPress والآن سيتم حذف كل ما قمنا به في الموقع لقد ضاع العمل كله لكن حاليا يمكن أن نكرر نفس العملية التي قمنا بها سابقا بدءا من السراد القلب مرة أخرى أمل أنك سمتعت بهذا الفيديو وإذا كانت لديك أية أسئلة لا تتردد في طرحها في تعليقات رائع أصدقائي أهنئك على موقع البورتفوليو الجديد آمل أن تستمتع بهذا القلب وبالمناسبة لدي قوالب أخرى في موقعي يمكنك تصفحها بنفسك في الأخير أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو وصممت موقع بورتفوليو رائع إذا كانت لديك أية أسئلة لا تتردد في طرحها في تعليقات أراك في الفيديو القادم اعتني بنفسك ترجمة نانسي قنقر